ها هي زن البنة تحاول تعليم ابنها داود كيفية استعمال مهارته اليدوية مستفيدة من هذه الفصحة المجانية الخاصة بالأولاد انتم عبتشوفي في اشياء اشغال يدوية في اشياء راسم في اشياء بعلمون للأولاد اللونو حتى في اشياء بالأشكال الى قدام كتير حلوين كتير عم بيتعلموا لأولاد وعب ينبسطوا ومحل كتير حلو شو هالرسم الحلوي لي مش تتعمل هالألوين خبرنا كلمال تطلع حلو شو لح تعمل فيها اخر شي رح علاق احلى فوضى مهرجان بمبادرة فردية اطلقته ايمان قبل اعوام لتحصد التغيير الايجابي اينما حلت اهداف احلى فوضى هي المشاريع الانمائية الانسانية الفرح وان فينا نرسم بس مع وجه الناس هذا اوار سيجنتشر يلا ايوه يلا حتي كلها كيفما تجولت تلحظ هنا فرح العائلات التواقة الى مساحة مجانية لتمضية النهار في احضان طبيعة تلونت جدران مدينتها بعبق الحياة وفنونها هذا مهرجان كتير مهم لمنطقة مدينة عالي يعني بيصير فيه سياحة وكتير منيح كمان للولاد بيجوا بيتفرجوا بيتسلوا يعني شغلة كتير حلوة كتير كانوا مبسوطين وعم بيلعبوا وكتير عم بيكون فيه استقطاب ناجح الحمد لله سنوات على اقامته في شارع الحمرة ليبحر هذا العام خارج العاصمة الى مدينة عالي محملا بانشطة اثلجت قلوب الحضور وافرحتهم ابتسامة تعل وجه بيرلا ككل الحاضرين هنا من الكبار والصغار على حد سواء حيث الفرح هو الجامع الوحيد من مدينة علي دراجة غفري لبرنامج اليوم على الحرة جبل لبنان